ملخص للأفكار الرئيسية في المحاورة التالية في الوظيفة التالية للإدارة المدرسية المتمثلة بوظيفة التنظيم في هذا الموضوع تحدثنا عن مفهوم التنظيم وعن أهميته في مفهوم التنظيم أشرنا بأنه يقصد به تقسيم أوجه النشاط اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة وأنه تجميع لكل نشاط في قسم مناسب وأنه تعبير عن تفويض للسلطة وإقراء التنسيق اللازم كما أشارنا إلى أن وظيفة التنظيم تطلق على الجهود التي تبذل بقصد تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها وتقسيمها إلى مجموعات وإلى توزيع الأعمال على الموظفين وأن التنظيم هو توفير لبئة عمل مناسبة وأنه تعبير عن التعاون والإنسجام بين منتسب العمل بالإضافة إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية وإلى أن التنظيم هو تحقيق الأهداف المتفق عليها في وظيفة التخطيط الوظيفة الأولى في المحاضرة تناولنا أربع عناصر للتنظيم وقلنا أن العنصر الأول التنظيم يتمثل في تصميم الهيكل التنظيمي والذي يتمخذ عنه تحديد للمسؤوليات وتحديد للسلطات في العنصر الثاني تحدثنا عن رسم الهيكل التنظيمي وقصدنا به الخرائط التنظيمي التي ترتبط بعلاقات على مستوى رأسي وعلى مستوى أفقي وفي العنصر الثالث تحدثنا عن تحديد الوصف الوظيفي للمناصب الإدارية والفنية وتمت الإشارة إلى توصيف الوظائف وإلى وضع وصف لشاغل الوظائف مثل الصفات الشخصية والمؤهلات والشهادات والخبرة العملية وشروط كالتدريب ونحن يعني في العنصر الرابع تحدثنا عن إعداد دليل للتنظيم وقلنا بأن هذا الدليل ينبغي أن يحدد مسؤولية وسلطات كل رئيس ورؤساء الوحدات والأقسام ويوضح الإختصاص والسلطة الممنوحة لكل وظيفة في اتخاذ القرارة النهاية ويساعد على تفهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في موضوع المبادئ التنظيم الإداري أشرنا إلى ثمانية مبادئ للتنظيم الإداري المبدأ الأول مبدأ وحدة الهدف الثاني مبدأ التحصوص والقسيم العمل الثالث مبدأ وحدة القيادة الرابع مبدأ تكافأ السلطة مع المسؤولية السادس مبدأ تدرب السلطة السادس مبدأ تفويض السلطة السابع مبدأ نطاق الإشراف الثامن مبدأ التوازن والمرونة في آخر عنصر من عناصر موضوع التنظيم أشرنا إلى أنواع التنظيم وقلنا أنه هناك نوعين للتنظيم تنظيم رسمي وتنظيم غير رسمي في التنظيم الرسمي عرفناه بأنه التنظيم الذي يستند إلى المركز الرسمي لشغل الوظيفة وأنه يهتم بتحديد وحدات الإدارية المختلفة التي تعبر عنها الخرائط الرسمية ويعطي فكرة واضحة عن أجهزة التنظيم الرئيسية والمعاونة في تعرف التنظيم غير الرسمي قلنا بأنه ذلك التنظيم الذي يقوم على شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية بين أعضاء التنظيم الرسمي